ليه محتاجين مصطرحات طبية في مادة زي علم التشريح مثلا اللي هو الاناتومية الجسم محتاجين فيه كلام كتير يعني نحدد اتجاهات كتير تمام والانجليش فيه كلام كتير متشابه يعني مثلا كلمة اندر اندر ينفع يبقى معناها ديب يعني عميق وانفيريور يعني تحت تمام ومثلا ابوف مثلا ابوف يعني فوق لين تنفع يبقى معناها السوبرفيشيال يعني سطحي مش عميق عكسها بقى سطحي والسبيريور اللي هي فوق اللي عكس انفيريور تمام يعني فيه كلام بيحتمل احتمالين فاحنا مش عارفين دي عميقة ولا تحت ولا فوق ولا ايه بزق ولا سطحي ولا ايه بالزبط تمام فما ينفعش كلمة يبقى لها اكتر من معنى وإلا ممكن يحصل خطأ طبي اثناء التشريح ودي طبعا مصيبة فلازم يكون مفيش مجال لعدم الفهم او مثلا الفهم الخاطئ مفيش مجال فاصبح جسم الانسان زي القرى ارضية لها اتجاهات شمال وجنوب وشمال وجنوب وشرق وغرب والجسم كذلك الجسم برضو لفوق وطحت وهكذا تمام والاتجاهات في الجسم لازم تكون نسبية يعني لما اقول على حاجة انها في الاعلى لازم تكون اعلى بالنسبة للحاجة تانية يعني مثلا اقول مثلا المعدة مثلا او مثلا مثلا العين مثلا اعلى من المعدة تمام كده انا حددت نقطتين نقطة ونقطة اعلى منها تمام فلازم تكون نسبية ما ينفعش اقول مثلا العين في الاعلى وما اقولش حاجة تانية لازم يكون حاجة بالنسبة للحاجة العين عالية بالنسبة للمعدة تمام ولما اقول على حاجة عميقة لازم تكون عميقة بالنسبة لحاجة تانية يعني مثلا العضلات اعمق من الجلد تمام تنسي اعيني اعيني موسيقى اشتركوا في القناة